عقدت صباح اليوم لجنة القيادة لمشروع الجبهة الوطنية للبيئة بمقر الخلية الدائمة من أجل اتحاد أخضر في إطار أنشطة الوكالة الوطنية للسياج الأخضر هارون أب آدم إن الحفاظ على البيئة يعد ضرورة حتمية لذا فقد شرعت الحكومة بإصدار قرارات وسن قوانين ملزمة ووضع الآلية التي ترتقي بهذه القوانين في ضبط سلوكيات يومية مطلوبة تشكل في مجملها لتضع حد للتدهور البيئي بحيث أن البيئة تمثل أهمية كبيرة للإنسان والحيوان إلا أن تصرفات الإنسان غير المسؤولة أخلت كثيرا بتوازن النظام البيئي وفي هذا الصدد إن عقد اجتماع الدور الأولى للجنة قيادة مشروع الجبهة الوطنية للبيئة من أجل اتحاد أخضر التابع للوكالة الوطنية للسياج الأخضر ويهدف هذا المشروع إلى الكفاح ضد التصحر ويعادة النظر في القرارات التي اتخذتها المنظمة الأممية المتعلقة بخماية التنوع البيئي وقد افتتح أعمال الاجتماع المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر أحمد محمد حقار الذي قال إن مسألة البيئة تتصدر اهتمامات رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس دبيت نوع ولي تصرف هناك البيئة لازم تخطى انقانيات واحدين يشوفوا البيئة يمشي كيف لكن البيئة تخطى عشان لجنة يشوف تنظيم هناك البيئة كيف وبيئة يمشي كيف ولا تسمي كيف من الثمانتاشر أدو أول مرة تلمو تنتمى هذا الفنام تنتمى توسيات ادو وتنتمى مكاتبنا لهذا هذا فنام تنتمى فكرة كيف يمشوا يخدموا هذا الفنام إن الجبح ستطره عدة محاور خلال الاجتماع بهدف رفع الكفاءات وتزويد المشاركين بالخبرات وتقنيات التسيير الأمثل من أجل إدارة النزيهة والشفافة لكسب المزيد من ثقة الشركاء والمانحين والمهتمين بالشأن البيئي